اهلا وسهلا بكم في بيتنا مدرسة مع الرياضيات لطلبة الصف الثالث السنوي الفني احنا خدنا في الحلقة السابقة النهايات النهاردة موضوعنا مع الاشتقاق ولما نيجي نشوف الاشتقاق لابد من معرفة دلة التغير ومعدل التغير ومتوسط التغير دلة التغير لما نيجي نبصي على اللاب معنا هنتلاقي ان دلة التغير هي الدلة لو عندي دلة مجالها الف وبيح هنبصي في الورقة نشوف لو عندي دلة مجالها الف وبيح وهذه الدلة تقول الى الحاق بحيث بحيث اني صاب بيساوي دال سين فكل كيمة دي سين يقابلها كيمة واحدة لصاب طيب لو سين تغيرت من سين واحد الى سين اثنين فان مقدر التغير يبقى هيه بيساوي سين اثنين ناقص سين واحد دي مقدر التغير طيب لو تغيرت كده يبقى عندي التغير في صاد اللي هو دلتا صاد تتغير من دال سين اثنين ناقص دال سين واحد تعالوا نشوف كده طيب سين اثنين لما اجا جيبها عبارة عن ايه عن جيبها من اله ايه علاقتها هتبقى سين اثنين بيساوي ه زائد سين واحد او سين واحد زائد ه يبقى هنا دال اللي تتغير اصبحت دال صاد بيساوي دال شلت سين اثنين وحط مكانها سين واحد زائد ه ناقص دال سين واحد طيب لو انا خليت ان سين واحد دي سابتة يبقى ايه الرمز اللي موجود عندي هيبقى الرمز اللي موجود عندي هو الرمز ه فاتبقى دالة في هيه تديني دالة جديدة يديني دالة جديدة الدالة الجديدة ايه هي اسمها ته هي عبارة عن دال سين واحد زائد هيه ناقص دال سين واحد ادي ته هيه لما نيجي مثلا نشتغل طب لو دالة هيه واحد نبص على الشاشة دي دالة تتغير في سين والتغير في صاد لما تغيرت هيه سين اثنين ناقص سين واحد دي مقدر التغير يبقى التغير في صاد يساوي دال سين اثنين ناقص دال سين واحد التغير في صاد شلت سين اثنين وحطيت مكانها سين واحد زائد هيه ناقص دال سين واحد طيب لو احنا اعتبرنا ان سين واحد ثابتة لما يكون سين واحد دي بعدد لا ايه اللي هيكون مجهول موجود جوه او الرمز اللي موجود جوه اللي هو هيه هتبقى على طول دالة التغير هيه اللي هي دال سين واحد ناقص دال دال سين واحد زائد هيه ناقص دال سين واحد تعال انبص لو انا دالة التغير دي اسمتها على هيه تديني دالة جديدة ايه هي الدالة الجديدة؟ دالة متوسط التغير طيب اهيه هي دلسين واحد زائد هيه ناقص دالسين واحد على هاه طيب لو انا جيت وقلت جبتي النهاية بتاعت دالة متوسط التغير هتديني معدل التغير نهاية دالسين واحد زائد هيه ناقص دالسين واحد على هيه هه. عندما هه تقول لإلى الصفر. لما تيجي تشوف الدوال دلة التغير منها بجيب الباقي كلهم. يبقى انا لما اجي اشتغل واجي اشوف الحاجة فبشوف اولا دلة التغير. دلة التغير دلسين واحد زائد هه. نقص دلسين واحد. لو اسمتها على هه هتديني دلة جديدة اسمها متوسط التغير. ولو اسمتها ولو جبت نهاية متوسط التغير. عندما هه تقول لصفر تديني حاجة جديدة اسمها معدل التغير. تعال نشوف الكلام ده في التمرينات. العملية بسيطة جدا ما بقاش فيها اي خلاف ولا اي حاجة. نشوف. تمرين. اذا كان دلسين بيساوي سين تربيع نقص ثلاثة سين. فاوجد دلة التغير ته عندما سين تساوي واحد. ثم اوجد ته واحد من عشرة. دايما ان انا باجيب صورة الدلة بتاعة دلة التغير واطبقها على الدلة اللي موجودة عندي. اول حاجة لما اجي اطبق نعمل ايه? اول الحاجة اشيل السين وحط ما كانها سين زاد هي. تعال سين بيساوي سين واحد. وسين واحد بيساوي واحد. يبقى بدل ما حط سين واحد في القانون او حط ما كانها ايه? الواحد. يبقى دلت هي. دلت تغير هي. دل واحد زاد هي. ناقص دل واحد. طيب ايه اللي عوض بدل واحد زاد هي. في الدلة اللي مدهار. يبقى هنا على طول واحد سين تربيع. يبقى واحد زاد هي. كل ايه? تربيع. ناقص تلاتة في واحد زاد هي. اللي هي تلاتة سين. طيب ناقص. عوض بالواحد. بس يراحز ان ايه? بدل السين. عادت مكانها واحد. واحد تربيع. ناقص تلاتة في واحد. يبقى انا عودت تعودتين. عودت الاولانية. شلت سين وحط في الدلة. وحطت بدلها واحد زاد هي. وشرت السين في الدلة التانية. وحطت بالرقم واحد. تعالة بقى كده. انفك الاقواص. واحد في واحد بواحد. الاول في الثاني في اتنين. يبقى واحد في هي بها. في اتنين. اتنين هي. زائد هي. بتربية. اه تيجي بقى سالب تلاتة في واحد بسالب تلاتة. سالب في موجب بسالب. تلاتة فيه بتلاتة هي. هنا اللي داخله القوس الاول. اللي داخله القوس الاول. واحد في واحد بواحد نقس تلاتة في واحد Videos. معدينا سالب سالب اتنين. تعال موجب اتنين. سلب واحد. سلب تلاتة يدينا سلب واحد. وموجب واحد يطلع صفر. طيب عندي اتنين هيه ناقص تلاتة هيه يدينا سلب هيه. يبقى هيه تربيع ناقص هيه. اللي هي ده اللي تتغير. طب هو عاوز اه واحد من عشر. اشل ال هيه. وحط ما كانها واحد من عشرة تربيع. ناقص واحد من عشرة يدينا سلب تسعة من مية. طيب تمرين كمان. يبقى كده لما دي نحل المسألة ونبص لها. آآ لازم اولا بدلة التغير بحطها على الصورة. ولما بحطها على الصورة اعود اول حاجة. بسين واحد زائد هي? سين واحد من الديني. ان سين بتساوي واحد. يبقى سين واحد كلمتها بواحد. يبقى عود بواحد زائد هي? وبعدين عود بواحد. واترحهم من بعض يديني دلة التغير. وبعدين قال لي عاوز كلمت دلة التغير? عندما هي بتساوي واحد من عشرة. ما هي تيه واحد من عشرة? يبقى الواحد من عشرة ما كان لها. فعوضت بيها واداتني واحد من عشرة تربيع. ناقص واحد من عشرة يدينا سالب تسعة من مية. تمرين كمان. اوجد دلة متوسط التغير. للدلة دال. حيث دال سين بساوي ثلاثة على سين نقص اتنين. ثم احسب متوسط التغير عندما تتغير سين من ثلاثة الى ثلاثة واحد من عشرة. هنا حاجة ايه? عاوز دلة متوسط التغير. يبقى هجيب دلة التغير واقسمها على هيه. تاني حاجة قال لك عاوز القيمة احسب. عاوز كلمتها. من ثلاثة الى ثلاثة واحد من عشرة. يبقى هيه بواحد من عشرة. ليه? ثلاثة واحد من عشرة نقص ثلاثة. تعالى بقى كده نشوف الحل بتاعنا. متوسط التغير. دال سين واحد زائد هيه. نقص دال سين واحد على هيه. يبقى عاوز بسين واحد زائد هيه. عاوز تلاثة على سين نقص اتنين. السين شلتها وحطيت مكانها سين واحد زائد هيه. ناقص تلاثة على سين واحد ناقص اتنين. ده كله على كام? على هيه بتاعت المقام. نوحد المقامات. لما توحد المقامات هتتلاقي عندك تدرب المقام في المقام. سين واحد ناقص اتنين. مضروبة في سين واحد زائد هيه ناقص اتنين. دي توحيد المقام. تدرب المقام في المقام. وبعدين تدرب الطرفين. تلاثة اللي هي بتاعت البسط. الاولاني. تلاثة في سين واحد. يبقى تلاثة سين واحد. 3 في سلب 2 بسلب 6 طيب البسط الثاني سلب 3 اضربها في سين 1 يبقى سلب 3 سين 1 سلب 3 فيه بسلب 3 هاي سلب 3 في سلب 2 بمجاب 6 طيب نبسط البسط دو قلله على هاي نبسط البسط 3 سين 1 وسلب 3 سين 1 رحوا مع بعض سلب 6 ومجاب 6 رحوا مع بعض يبقى عندي في البسط سالب ثلاثة هي خلي بالك على هي مضروبة في المقام كله طيب يبقى هيه اللي في البسط تروح مع هيه اللي في المقام ويصبح المقدار عندي سالب ثلاثة على سين واحد ناقص اثنين في سين واحد زي دي ناقص اثنين وهي دي دلت متوسط التغير طيب ما هو مديني كيما قال لي عندما تتغير سين من ثلاثة إلى ثلاثة واحد من عشر طيب يبقى سين اللي هي سين واحد بيسوي ثلاثة وهي ثلاثة واحد من عشر ناقص ثلاثة يدينا واحد من عشر ونعوض بيها في متوسط التغير ميم واحد من عشر سالب ثلاثة وشلت سين واحد وحطيت مكانها ثلاثة ناقص اثنين في ثلاثة زائد واحد من عشر ناقص اثنين هيطلع بالالة الحسبة سالب 30 على 11 يبقى كده لما تيجي تبص للمسألة اول حاجة انا بجي بدلت التغير عادي جدا في البسط وبقسمع على هي يديني متوسط التغير اللي هو مطلوب مني طب لما تيجي تشتغل المسألة بتشتغل بدلت التغير عادي جدا تشيل سين واحد وتحط سين وتحط مكانها سين واحد زائد هي ناقص دل سين واحد بتجيبها وتقسمها على هي اديتني دلت متوسط التغير بتصفي وتوحد المقامات وتختصر هيطلع على طول الناتج في ابسط صورة يبقى هو دلت متوسط التغير لما يقول لك احسب شوف القيم تعود بها عندما تتغير سين من 3 الى 3 و 1 من 10 يبقى سين واحد بكام بتلاتة طب وهيه بكام 3 و 1 من 10 ماقص 3 يدينا 1 من 10 وده اللي حصل في المسألة تعالى بعد كده تمرين 3 بص على اللاب احسب معدل تغير الدالة دالسين بساوي جزر سين زائد 3 عندما سين بساوي 1 طب معدل التغير يعني نهاية متوسط التغير عندما هي تقول لصفر طيب نقول لحل نهاية دالواحد الله دالسين بساوي 1 يبقى سين واحد بكام بواحد يبقى دالواحد زائد هي نقص دالواحد على كام على هي عندما هي تقول لصفر النهاية بتاعتها يبقى نشيل السين ونحط مكانها واحد زائد هي جزر تربيعي شلت السين وحطت مكانها واحد زائد هي زائد 3 نقص 2 الاتنين دي بتاعت ايه عوضت بالواحد واحد زائد 3 يدينا كام اربعة جزر اربعة كام باتنين على كام على هي تعال بقى نشوف بقى الجزر التربيعي الاربعة زائد هي نقص 2 على هي عندما هي تقول لصفر طب النهاية دي لو جت عوضت عن هي بصفر تطلع صفر على صفر كمية غير معينة فنضطر نضرب في المرافق في البسط والمقام اللي هي جزر اربعة زائد هي زائد 2 على جزر اربعة زائد هي زائد 2 تعال نشوف يبقى نهاية اربعة لما تيجي تضرب جزر اربعة زائد هي في جزر اربعة زائد هي يدينا اربعة زائد هي وسالب اتنين في موجب اتنين يبقى سالب اربعة هذه البسط المقام يتضرب في المقام هي تتضرب في جزر التربيعي الاربعة زائد هي زائد اتنين الله اربعة وسالب اربعة راحوا مع بعض طب وهي علال هي راحوا مع بعض فيها الواحد يديني واحد. تعالى بقى كده البسط في واحد. المقام عود بالهيه بالصفر. يبقى جزر التنبيع اربعة زائد صفر يدينا جزر اربعة اللي هو باتنين زائد اتنين يدينا اربعة يبقى الناتج واحد على ايه? على اربعة. طبعا لما تيجي المسألة دي يطلب مني معدل التغير. ومعدل التغير ببساطة جدا ومتاخدهاش بشدة ولا اي حاجة. معدل التغير تجيب نهاية متوسط التغير عندما هي تقول صفر. طيب هتعمل ازاي? بتفكر ازاي? بتقول ايه? هتقول اول حاجة تشيل السين وتحط مكانها سين واحد زائد هي. ناقص دال سين واحد. وبعد كده تعود عنها وتقسم على هي. واجيب النهاية عندما هي تقول الصفر. تلعي تلالة جزرية. بنستعمل نهاياتها دي وقوانين نهايات تفادي. فيها جزر. طالما فيها جزر. نضرب في المرافق بسطا ومقاما. فضيعنا الجزر. وبوضعنا فيه ابسط صورة. لما وضعنا الشكل فيه ابسط صورة. عوضنا عن كيمة هيه بصفر. تلعت الناتج واحد على اربعة. بكده انا اخد حاجة كواعد الاشتقاق. كواعد الاشتقاق نظرية واحد. قال لك اذا كانت دال سين بساوي الف. والف دي عدد ثابت. فقال لك ان المشتقة دال شرطة سين بتساوي صفر. طيب دي نظرية واحد. يبقى انا في دماغي كده مشتقد اي عدد ثابت بتساوي ايه? صفر. طيب نظرية اتنين. لو عندي دالة سين بساوي سين قص نون. حي سنون عدد حقيقي. طيب لو انا عاوز المشتقة القصة اضربه في المعامل نون سين قص نون ناقص واحد. بص كده لما تيجي مسلا تخش على اي مسألة واحنا بنجي نشتغلها بنشوف كده. يبقى مشتقة اي عدد ثابت بيساوي صفر. دي اول حاجة. تاني حاجة مشتقة اي دالة قصية. مشتقة اي دالة قصية. القص بضربه في المعامل واطرح منه ايه? واحد. نشوف مثالي كده. تمرين. اوجد المشتقة الاولى لكل من الدوال الاتية. اول دلة صاد بيساوي سين تكعيب ناقص ستة سين تربيع زائد تمانية سين زائد ستة. طيب نقول الحل بتاعها. لو عندي صاد شرطة. القص هنا كام? تلاتة والمعامل واحد. يبقى تلاتة في واحد بتلات سين. واطرح منه القص واحد. تلاتة انا قص واحد كام? اتنين. نيجي للتانية. الله القص اتنين والمعامل سالب ستة. الله اتنين في سالب ستة بيدينا سالب اتناشر. سين قص واحد. والواحد طبعا ما في الكتابش. دي دلة بعد كده ايه? تمانية سين. سين قص واحد. واحد في تمانية بتمانية. سين قص واحد ما قص واحد. الله يصفر. سين قص صفر بواحد. فعشان كده تدلة اللي من الدرجة الاولى. بي على طول بنحط المعامل. ومشتكة الستة سفر. دي كده المسألة. ولما تيجي تتعامل معها بتتعامل معها بكل وضوح وكل حاجة واضحة. لما يجي ديني قص. القص بضربه في المعامل. واطرح منه ايه? واحد. لما يجي ديني قص. القص على طول بضربه في المعامل. هيه? تلاتة في واحد. بتلاتة. سين قص اتنين. اتنين في سالب ستة. بسالب اتناشر. سين قص واحد. هنا دل اه دلة من الدرجة الاولى. على طول تاخد المعامل اللي هو تمانية. اما مشتكة الستة بيديني صفر. فما بكتبها ايش. رقم اتنين. صاد بيساوي سين قص ثمانية زائد واحد على سين قص ثمانية. طيب نعدل الشكل بتاع المسألة هنا. انقول ان صاد بقى وانا بكتب الحل. صاد بيساوي سين قص ثمانية زائد اللي في المقام ده هكتبه في البسط سين قص سالب ثمانية وغير اشارة القص. ونبدأ نشتغل برضو. القص نضربه في المعامل ونطرح منه واحد. تعال اصد شرط. نشوف. تمانية في واحد بتمانية. سين والتمانية نقص واحد يدينا سبعة. يبقى تمانية سين قص سابعة. طيب موجب في سالب بسالب. تمانية في واحد بتمانية. سين سالب تمانية وسالب واحد يدينا سالب ايه? تسعة. هنا لو احنا بصينا للمسألة والمسائل القص بضربه في المعامل واطرح منه واحد. بعد كده لما يكون دلة من الدرجة الاولى يبقى المشتقة بتاعتها باخد المعامل على طول. طيب لما يكون دلة سابتة او عدد سابت المشتقة بتاعته بصفر. دي اللي انت بتشتغل عليه بكل ارتياحية وما تتعبش نفسك ولا تضغط عليك القاعدة بننفزها. تعال بقى نشوف آآ ملحوظة مهمة جدا 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 جدا. ايه هي? زل زاوية آآ المشتقة الاولى بيساوي زل زاوية ميل المماس اللي بيصنعها مع الاتجاه الموجب لمحور السناء. تعال بقى نشوف تمرين على الكلام ده. اوجد قياس الزاوية التي يصنعها المماس للمنحنة عند النقطة واحد وسالب اتنين. او سالب تمانية. تعال بقى لما تيجي تبص المسألة زا كده. اوجد قياس الزاوية اللي بيصنعها المماس للمنحنة صاب بيساوي سين تكعيب ناقص سين تربيع رقص تمانية. عند النقطة واحد وسالب ايه? تمانية. طيب نجيبه الميل. طيب نجيبه ازاي? نجيبه المشتقة الاولى. ونعوب بالاحداث السين. تعال ننفس المشتقة الاولى. تعال ننفس الحل. سات شرطة بيساوي. سات شرطة بيساوي. تلاتة سين قصة اتنين. ناقص اتنين سين. بعد المشتقة الاولى. طيب بعد المشتقة الاولى. آآ الله ميل المماس. اعوض بالنقطة واحد وتمانية. سات شرطة عند النقطة واحد وتمانية. اعوض عن سين بواحد. تلاتة في واحد قصة اتنين. ناقص اتنين في واحد. بيساوي الناتج واحد. طيب الميل هنا ميل المماس بيساوي واحد. الله ما احنا قلنا بيساوي ظل زاوية المماس يبقى زاهي بيساوي واحد. طيب انا عاوز اجيب هي. دي زاهي. انا عاوز اجيب الزاوية. طيب اعجيب الزاوية ازاي? بالقالة الحسبة شفت تان واحد تطلع قياس الزاوية خمسة واربعين يبقى هنا على طول لما تيجي بتشتغل بتبقى عارف انت هتشتغل ازاي بنجيب المشتقة الاولى ونجيب كيمة الميل نعوض عن كيمة سين الموجودة في النقطة اللي هو مدهالي ويبقى دي كيمة الميل وزل الزاوية بيساوي الميل زل الزاوية بيساوي كيمة الميل وعملت شفت تان القيمة بتاعت الميل بيديني الزاوية المطلوبة طيب نيجي بعد كده مشتقة حاصل ضرب دلتين مشتقة حاصل ضرب دلتين الاولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الاولى تعالى نشوفي الكلام ده الدلة الاولى في مشتقة الدلة الثانية زائد الدلة الثانية في مشتقة الدلة الاولى تعالى نشوفي الكلام ده يبقى هنا لما يكون دلتين مضربين في بعض الاولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الاولى تعالى على اللاب نشوف المسألة تمرين اذا كانت صاب بيساوي قوس سين تربيع مقص تلك والقوس التاني اتنين سين زائد واحد اوجد دلصد على دلسين عنده سين بيسواح طيب ناخد الحل الاولانية دلصد على دلسين الاولى سين تربيع ناقص تلاتة في مشتقة التانية مشتقة اتنين سين زائد واحد مشتقة اتنين سين اللي هي باتنين اهي ومشتقة الواحد بصفر خلاص زائد التانية اللي هو اتنين سين زائد واحد في مشتقة الاولانية اللي هي اتنين سين ماشي كده المشتكة خلصت بس نضحها فيه أبسط صور تعال نشوف 2 في سين تربيع ب2 سين تربيع موجب في سالب بسالب 2 في 3 بسات وهنا 2 سين في 2 سين ب4 سين تربيع 4 سين تربيع زي 2 سين في 1 ب2 ايه سين عندك 2 سين تربيع زائد 4 سين تربيع يديني 6 سين تربيع وهنا زائد 2 سين ناقص ايه 6 قال لي عنده سين يبقى دي كده جبنا المشتكة عنده سين بساو واحد عوال عن سين بواحد تعال نشوف 6 في 1 قس اتنين زائد 2 في 1 ناقص 6 يطلع الناتج عندي موجب اتنين هنا لما تيجي تبص مشتكة حاصل ضرب دلتين الاولى في مشتكة التانية زائد التانية في مشتكة الاولانية ونبدأ نعوض عن كيمة سين بعد ما جيب الاشتقاق ويبقى على طول او تضحى في ابسط صورة الاول وبعدين تعوض عن كيمة سين لو عوضت مباشر برضو المسألة تطلع نفس الناتج والناتج مظبوط معك بكده لو بصينا للورق معنا اوجد اوجد المشتكة الاولى اوجد المشتكة الاولى اوجد المشتكة الاولى للدلة صد بيساوي سين تربيع ناقص واحد على سين تربيع تعالى نوجد الدلة الاولى ثم اوجد ميل المماس عند سين بيساوي واحد تعالى نشوف الحل بكل سهولة انا اضع الدلة دي المتغير في المقام اطلعه فوق واغير اشارته صد بيساوي سين تربيع ناقص سين وسي سالب اتنين طيب نجيب سات شرطة سات شرطة بيساوي اتنين سين سالب في سالب بموجب اتنين سين واطرح من ده واحد يبقى سالب ثلاثة عوض عن سين بواحد بواحد بس نزبط هنا الشكل العام للمسألة سين قص سالب ثلاثة يبقى هنا على طول اكتبها تحت سين قص ثلاثة سموجب ثلاثة عوض عند سين بيساوي واحد في على طول سات شرطة بيساوي اتنين في واحد زائد اتنين على واحد قص ثلاثة يبقى يدينا اتنين زائد اتنين يساوي اربعة هنا لما تيجي تبص لأي مسألة ايا كان بتبدأ تشتغل وبتشتغل بوضوح وكل حاجة هنا المسألة عادية تعالى بقى لو اداني كسرية انا بحاول تلاشى الكسر بس هو لو اداني كسرية اتعامل معها ازاي نبص بقى مشتقة الدلة الكسرية او مشتقة خارج قسمة دلتين هيساوي المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على مربع المقام تعالى بقى كده الحتة دي تبدأ تدلة لما تكون كسرية طب اوجد المشتقة الاولى المشتقة الاولى للدلسات بيساوي اتنين سين ناقص واحد تعالى سين زائد ثلاثة دي دلة كسرية او خارج قسم الدلتين تعالى نشوف المشتقة الاولى دال صاد على دال سين بيساوي المقام سين زائد ثلاثة في مشتقة البسط اتنين اتنين سين باتنين ومشتقة الواحد بصفر ناقص البسط اتنين سين ناقص واحد في مشتقة المقام اللي هو مشتقة السين بواحد ومشتقة التلاتة بصفر على مربع المقام سين زائد ثلاثة كل تربيع نضع البسط في ابسط صورة اتنين في سين باتنين سين زائد اتنين في تلاتة بست هنا سالب اتغير الاشارة دي يبقى سالب واحد في اتنين باتنين سين واحد في اتنين سين باتنين سين سالب في سالب بموجة واحد في واحد بواحد على سين زائد ثلاثة كل تربيع هنا اتنين سين نبسط البسط وسالب اتنين سين راحوا مع بعض ستة زائد واحد يدينا كام سبعة على مربع المقام سين زائد ثلاثة كل تربيع يبقى هنا لما بنجي نشتغل ونبقى عارفين احنا بدبقى عارفين انت بتشتغل ايه دالك خارج قسم الدلتين يبقى المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على مربع المقام لو الداني حاصل ضرب دلتين يبقى الاولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الاولى طيب لو انت جيت وحبيت ان جات لي مسألة ومش حافظ القانون اتعامل معها ازاي انا ممكن نفس المسألة ببساطة جدا اعملها واعمل مسودة في جن وانفذ القانون ازاي اهو المسألة كانت حل اخر المسألة بيقول ايه صاب بيساوي اتنين سين ناقص واحد على سين زائد تلاتة انا مش حافظ القانون يا مستر وعاوز ان انا يعني اعبلها هقول له تعالى اخد في الجنب كده اتنين سين ناقص واحد وسين زائد تلاتة اعمل لي مشتقة البسط باتنين مشتقة المقام بواحد واخد لي دايرة حوالين المقام الاصلي دا تعال مسألة تعال دال سط على دال سين بيساوي شوف الحل اعمل ايه خدت المقام اللي انا حطيت على دايرة اللي هو المقام تربيه اه دي اول حاجة دفستها في القانون اضرب مقص اهو تبدأ منه سين زائد تلاتة في اتنين طي ناقص المقاص التاني اتنين سين ناقص واحد في واحد طب ما المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام هاي بكل سهولة وطبعا تبسط اتنين في سين باتنين سين زائد اتنين في تلاتة بستة سالب هتغير الاشارات واحد في اتنين سين باتنين سين سالب في سالب يدينا سبعة على سين زائد ثلاثة اكل تربيع طبعا انت لازم تكون عارف انت بتعمل ايه لما يكون دالة كسرية المقام في مشتقط البسط نقص البسط نقص البسط في مشتقط المقام على مربع المقام لما يكون حاصل ضرب دالتين الاولى في مشتقط التانية زائد التانية في مشتقط الاولى تعالى نشوف بكل هدوء مسألة كمان اذا كانت صاد بيساوي اربعة سين زائد واحد على خمسة سين تربيع ناقص تمانية اوجد دال صاد على دال سين عند دال سين بيساوي صفر تعالى نشوف الكلام ده ده دالة كسري نشوف صاد دال صاد على دال سين ننفذ القاعدة المقام اهو اكتبه في مشتقط البسط اربعة سين مشتقطها اربعة ومشتقط الواحد صفر خلاص ناقص البسط اللي فوق اربعة سين زائد واحد في مشتقط المقام اتنين في خمسة بعشرة سين ومشتقط التمانية صفر على كام على مربع المقام خمسة سين تربية ناقص تمانية قل تربية تعالى بقى نفك الاقواس ونضع المقدار فيه ابسط صور اربعة في خمسة بعشرين سين تربية اربعة في تمانية باتنين وثلاثين موجب في سالب بسالب باتنين وثلاثين السالب تأثر هنا على القص يبقى سالب عشر سين في اربعة سين يدينا اربعين سين تربية هنا سالب عشر سين في واحد بعشرة سين على خمسة سين تربية ناقص تمانية كل تربية عشرين سين و عشرين سين تربية ونائس اربعين سين تربية يدينا سالب عشرين سين تربية سالب عشرين سين تربية هنا سالب عشرة سين نائس اتنين وثلاثين على مربع المقام كده قرصة المسألة طب عند الله ده نوجدت ده الصد على ده السين عند سين بيسوي سفر يعني عند سين بيسوي سفر انا عوض على سين بصفر سفر يبقى انتهد سفر يبقى انتهد يدينا سالب اتنين وثلاثين على سفر يبقى سالب تمانية تربية سفر ناقص تمانية كل تربية يبقى سالب اتنين وثلاثين على اربعة وستين يدينا سالب نص بكده لازم انت بتشتغل وبتشوف ايه اللي مطلوب منك وتشوف ايه اللي انت بتشتغله وانت اللي ايه عاوز ايه تعالا بقى نشوف الشغل بتاعك اللي انت اشتغلته خدنا الدلة حاصر ضرب دلتين وخدنا قسم الدلتين مشتكت قسم الدلتين وقلنا حاصر ضرب الاولى في مشتكت التانية زائدة التانية في مشتكت الاولى ماشي والاسمة المقام في مشتكت البسط ناقص البسط في مشتكت المقام على مربع المقام على المقام تربيعي او مربع المقام تعالا بقى وقدنا ان لما يكون الدلة القص يعني سين قص خامسة سين قص نون يبقى نون سين قص نون نقص واحد طيب لو اداني مشتقد دلة الدلة الدلة مشتقد دلة الدلة لو عندي دي نظرية النظرية بيقول لي ايه لو عندي صاد دلة في العين والعين دلة في السين ريح السين فان يعني اذا كان الكلام ده فان دل صاد على دل سين لو انت بسيط صاد دلة في العين يبقى دل صاد على دل عين طب والعين دل في السين يبقى دل عين اللي على ايدي يمين على دل سين طبعا دي لو شطبت معدي يبقى هي دل صاد على دل سين تعال نشوفي الكلام ده ونشوفي احنا بنطبقه ازاي وبنشتغل على ايه اذا كانت اذا كانت صاد بيساوي عين قس خمسة وعين بيساوي سين تربية ناقص واحد اوجد دل صاد على دل سين تعال نشوفي الكلام ده الحل صاد دل في العين والعين دل في السين يبقى انا لو عاوز دل صاد على دل سين بيساوي دل صاد على دل عين في العين دل في السين يبقى دل عين على دل سين تعال نبصي لكلام ده ونعمله ايه تعال اول واحد دل صاد على دل عين الله القس خمسة خمسة في واحد بخمسة عين قس اربعة في دل عين على دل سين العين دل في السين اهو اشتاق اتنين في واحد باتنين سين ومشتاقة الواحد كام صفر اشتاقة الواحد كام صفر خمسة في اتنين سين يدينا عاشرة سين في عين تربيع عين عين قس اربعة عين اللي هي كام اللي هي سين تربيع ناقص واحد اللي هي دالي. وهو ده المشتقة دلة الدلة. تعالى برضو كده مشتقة دلة الدلة خدناها. وقلنا الاولى لو صاد دلة في العين يبقى دال صاد على دال عين. والعين دلة في السين يبقى دال عين على دال سين ونضربهم في بعض يديني مشتقة دلة الدلة. في ملحوظة مهمة جدا. ايه هي? مشتقة قوس السعادة. قوس السعادة. يعني مشتقة قوس السعادة بنقول عليها الدلة القسية. ايه هي? على طول مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس. وانا هضربها بمثال على طول. اذا كانت عندك صاد بيساوي سين تربيع ناقص ثلاثة قس خمسة. اوجد دال صاد على دال سين. نقول الحل. دال صاد على دال سين. بيساوي. القس اضربه في المعامل. مشتقة القوس. مشتقة القوس في مشتقة ما بداخل القوس. مشتقة القوس اهو. في مشتقة ما بداخل القوس. اللي جوه. خمسة في واحد بخمسة. واكتب القوس زي ما هو واطرح من القس واحد يبقى كاب اربعة. في مشتقة ما بداخل القوس. اللي جوه قوس. اتنين في واحد باتنين سين. ومشتقة التلاتة صفر. خمسة في اتنين سين يدينا عشرة سين. في سين تربيع ناقص تلاتة قس كام اربح. ودي مسألة خلصت على كده. يبقى احنا لما جينا خدنا خدنا حاصل ضرب دلاتين وحاصل اسم الدلاتين المشتقة بتاعتهم. ولنه مشتقة حاصل ضرب الدلاتين الاولى في مشتقة تانية زائدة التانية في مشتقة الأولى. ومشتقة حاصل قسم الدلاتين قلنا المقام في مشتقة البست. ناقص البسط في مشتكة المقام على مربع المقام طبعا في كلتا الحالات انت بتشتك وتضع المقدار في أفزت صورة وبتعود على طب لو انت عودت بالمشتكة عن كيمة سين تعرف ان كيمة سين دي هي كيمة المال بعد كده خدنا مشتكة القوس والسعادة وانا اشتكينا القوس في مشتكة ما بداخل القوس ناخد مسألة كمان لو كان عندي اذا كانت صاد بيساوي عين قسي ثلاثة وعين بيساوي سين تربيع ناقص سين زائد واحد اوجد دال صاد على دال سين نقولي الحل الله ده دي دالة الدالة طب انا ممكن اعملها قوس والسعادة مش دي عين وده عين اهو صاد بيساوي العين اللي هي كيمة كام مقدرها سين تربيع ناقص سين زائد واحد قسي ثلاثة بقد ايه كوس والسعادة دالة قوسي مشتكت دال صاد على دال سين مشتكت الكوس في مشتكت ما بداخل الكوس يلا نشتكت الكوس كده ثلاثة في سين تربيع ناقص سين زائد واحد اطرح من واحد بقى اتنين في مشتكت ما بداخل الكوس اتنين في سين باتنين سين ناقص مشتكت تحط المعامل على طول طالما من الدرجة الاولى تحط المعامل مشتكت الواحد صفر خلاص التلاتة تدريب في الكوس ده تلاتة في اتنين بستة سين تلاتة في سالب واحد بسالب تلاتة والكوس المجدار التاني يتحط زي ما هو يبقى كده انا حولتها لدلة قصية طب لو انت حبيت تعمل حل اخر حل اخر تعال نشوف الحل الاخر دال صد على دال سين بيساوي دال صد على دال عين في دال عين على دال سين اشتك الأولانية اشتك الأولانية تلاتة عين تربيع في مشتكة التانية اتنين سين ناقص واحد تلاتة تدريب هنا يبقى ستة سين ناقص تلاتة في واحد بتلاتة عين تربيع عين اللي هي قيمتها سين تربيع ناقص سين زي المجدار بتاعها كل ايه والستنين هو ده حل اخر لده تعال بقى كده ناخد الدلة الجزرية احنا بنشرح قواعد الاشتقاق وبعدين نبقى نعمل تطبيقات عليها اللي هو معادلة المماس والتطبيقات احنا بنلخص كل حاجة علشان نساعدك على انك تذاكر فالوقت ايه ممكن تعال نشوف الوضع بيبقى عامل ازاي مش تقط الدلة الجزرية اذا كان صاد بيساوي الجزر التربيع دال سين فان دل صاد على دال سين خلي بالك من اللي احنا بنقوله حط الجزر زي ما هو ما تتعبش نفسك وحطه قدامه اتنين الجزر التربيعي بقى اتنين الجزر التكعبي بقى ثلاث مش تقط ما تحت الجزر يبقى دال شرطة سين ادي كده تعال بقى الكلام ده نشتغله ازاي اذا كانت اذا كانت تمرين اذا كانت صاد بيساوي جزر التربيعي لسين تربيع ناقص ثلاثة سين زائد واحد اوجد دال صاد على دال سين نقول الحل دال صاد على دال سين بيساوي اكتب الجزر زي ما هو سين تربيع ناقص ثلاثة سين زائد واحد وقدامها الاتنين اهو بعد كده بعمل ايه مشتكت ما تحت الجزر اتنين في واحد باتنين سين مشتكت ده سليب تلاتة سين بسليب تلاتة مشتكت الواحد سفر خلاص خلصة المسألة على كده انتهت على كده العملية ما بقاش فيها صعوبة لما بنيجي نشتغل بنشتغل على ان مشتكت الدلة الجزرية يبقى على طول بنحط الكسر اه مشتكت ما تحت الجزر في البسط وتحت بقول اتنين الجزر التربيعي للدلة ناخد مسألة كمان اذا كانت ان شاء الله ان شاء الله الحلقة القادمة هيبقى تطبيقات على المماس والمشتقات وان شاء الله ربنا يوفق ما تنسوش في اسئلة مهمة جدا هيتم شرحها والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة